السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله حديثنا الليلة عن ليلة النصف من شعبان ليلة التسامح نحن في هذه الايام المباركة نعيش في ازهى الايام الدينية الروحية نحن في شعبان واليوم هو النصف من شعبان ولم يتبقى لنا لرمضان الا ايام معدودات وهذه ايام مباركة يغفل الناس عنها وفيها ترفع الاعمال الى رب العالمين وفيها يستجيب الله دعاء الداعين خصوصا ونحن ايها الاحب الكرام في حياتنا اليومية الاجتماعية نواجه الكثير من الصعوبات والكثير من المشاكل اما مشاكل صحية او صعوبات مالية او خلافات عائلية او غير ذلك ونلتمس العلاج ونلتمس الحلول ولا نكاد نجدها عند البشر نقصد الاطباء نقصد المحللين النفسيين نقصد اصحاب السلطة والمال ولا من يستطيع ان يقدم الخدمة ولا المساعدة البشر يعجز عن تقديم الخدمة لبني البشر وهذا يستدعي منا ان نتوجه الى اين الى رب البشر رب البشر امره بين الكافي والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون لهذا رب البشر الذي كتب على نفسه الرحمة جل جلاله جعل لنا نحن عباده المستضعفين جعلنا ايام وليالي ومناسبات مباركة اذا قمنا باغتنامها واذا قمنا باقتناصها فاننا سوف نحصل على مبتغانة ونتجاوز كل الصعوبات التي في حياتنا ومنها هذه الليلة المباركة المسمات بليلة النصف من شعبان والمسمات بليلة الرحمة والغفران جاء في فضلها عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي انها دخلت مرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى واطال السجود كان يسجد النبي الكريم من عادة انه يطيل لكن هذه المرة اطال السجود امنا عائشة ذهبت لقضاء حوائجها ولما عادت ووجدت بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال ساجدا لا يزال ساجدا فدهبت لقضاء حوائجها ايضا ودوما لما تعود تراه بانه قطى طال السجود على غير عادته حتى ضدت انه قد قبر ضدت انه قد مات وهو ساجد فترة طويلة ولكن في نحلة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود فاطبأنا قلبها ولما فرغ من صلاته قالت يا رسول الله خشيت عليك ضلنتك انك قد قبط لطول سجودك لماذا كل هذا السجود يا رسول الله فقال يا عائشة او تدرين اي ليلة هذه قلت الله ورسوله اعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان ان الله تعالى يطلع على عباده فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقن كما هم ليلة الرحمة والمغفرة ان الله تعالى يرحم المسترحمين كل من يرحم من فيه خلق الرحمة وعد الله تعالى انه سوف يرحمه في هذه الايام المباركة وكل من يغفر للاخرين ويتجاوز عن الاخرين ربنا يغفر له يغفر للمستغفرين تسمى ليلة الغفران ويؤخر اهل الحقن كما هم هذه ليلة مباركة هذه ليلة عظيمة حتى ان العلماء منهم من قال هي تسمى ليلة استجامة الدعاء ومنهم من قال هي ليلة الشفاعة ومنهم من قال هي ليلة البراءة هي ليلة مباركة فيها تفتح ابواب السماء ربنا عز وجل في هذه الايام ونحن على ابواب رمضان يفتح لنا ابواب الرحمة يفتح لنا ابواب الرضوان يفتح لنا ابواب الفضل يفتح لنا ابواب التوبة ويفتح لنا ابواب الجود والإحسان فالله تعالى فتح الابواب على مصر عيها وكأنه يداد علينا جميعا يا عبادي هذه الايام هي ايام عبادة وايام تجديد توبة وايام رحمة فتعالوا الي ربنا عز وجل يطلع في هذه الليلة فيغفر لكل مؤمن قائم يصل او قاعد يسبح او راكع او ساجد او ذاكر الكل ربنا عز وجل يعطيهم الرحمة والرحمة والمغفرة والرضوان قيل بان هذه الليلة هي التي نزل فيها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلم قيل في هذه الليلة نزل النصف من شعبان ربنا عز وجل سينزل على قلب النبي الكريم هذه الكرامة حتى ان قبلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وضعية صعبة جميع مشاكل الدنيا نزلت عليه كان يرى وجهه مثل معر وجهه شبه رمادي من الاحزان والاكدار وفي هذه الليلة نزلت عليه هذه الآية الكريمة ان الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلم فاصبح النبي الكريم صباحها وجهه مسرق وجهه يتلألأ وكأنه مذهبة قيل له يا رسول الله تركناك بالامس وانت حزين وانت مهموم كلهم دنزت عليك الفقر والصعوبات والمشاكل واصبحت وجهك مشرق ما الذي حدث قلقا اكرم من الله تعالى بهذه الآية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلم نزلت في ليلة النصف من شعبان ثم في هذه الليلة وقعت وقائع مهمة للغاية وهي تغيير القبلة قبلتنا نحن المسلمين هي الكعبة المشرفة ولكن هل تعلمون ان قبلتنا الاولى كانت هي بيت المقدس كان الناس يصلون الى القدس في فلسطين اول الاسلام ثم كان النبي الكريم يرغب ان تكون القبلة هي الكعبة المشرفة ملة ابراهيم الخليل ولكن انذاك كانت محاطة بالاصلام وبالالهة من حجر فربنا ترك الوقت حتى جاء الوقت المناسب واستجاب لدعوة النبي الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي يدنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذه وقعت في ليلة النصف من شعبان احداث كثيرة وعظيمة وجليلة وقعت في هذه الليلة الطيبة هذه الليلة العظيمة ويكفي ان في هذه الليلة ربنا سبحانه وتعالى يقسم فيها الارزاق تسمى هي افضل ليلة بعد ليلة القدر ربنا عز وجل انه لا يرد فيها سائلا الا من سأل عن معصية او قطع رحم فالله تعالى يستجيب للجميع وفيها ربنا عز وجل يقسم الاقدار من العباد كما قال الله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ربنا يقسم يحدد القيلة هي ليلة القدر وقيل في هذه الليلة تسبق تسبق ليلة القدر ربنا يقسم الاحياء والاموات والاصحاء والمرضى والسعداء واهل الشقاء ويقسم الارزاق بل ويقسم حتى وفد الحجاج والعمار يتم تحديدهم في هذه الليلة المباركة المهم عندنا ايها الاحباب هو ان هذه الليلة ربنا عز وجل يطلب بنا امرا اساسيا ما هو الامر المطلوب في هذه الليلة هي مرت بالامس الامس التلتاء كانت الليلة والناس قاموا والناس دعوا والناس طلبوا من الله تعالى ما شاءوا هناك مطالب كثيرة تدعى في هذه الليلة ان الانسان انه يقرأ سورة يسين ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بما يريد يدعو الله عز وجل بان يعطيه الخير كله في هذه الليلة يقال في الدعاء المأتور ربنا تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وامل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها عمن لم تسبق له العناية منك فنحن عبيدك الفقراء اللهم يا رب تفضل علينا بالخير وجد علينا بالمعروف دعاء كبير ممكن يقال في هذه الليلة خصوصا أن نقول اللهم إن كنت قد كتمتنا عندك في أم الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترا عليم في الرزق فاللهم بحو بفضلك شقاوتنا وحرماننا وتردنا وإقتر رزقنا واكتبنا عندك في أم الكتاب سعداء مرزقين موفقين للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المدزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبث وعنده أم الكتاب أهل الخير والفضل قاموا الليلة بالأمس قاموها ليلا بعد صلاة المغرب قرأوا يسين ثم دعوا ربهم وصلوا ما شاء الله تعالى أن يصلوا فهدئا لمن وفقه الله لقيام الليلة لكن ما المطلوب من هذا كله المطلوب أن الله سبحانه وتعالى يريد مننا أن نتغير من الداخل هذه الليلة هي معروفة أنها ليلة المغفراء ليلة الرضوان ليلة الرحمات ليلة ولكن هي أصلاً تسمى أيضاً ليلة التغيير إلى الأحسن من أراد أن يغير نفسه بلا طبيب ولا معالج ولا راقي أن تعالج نفسك من الداخل وأن ربنا عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على عباده فيغفر لجميع خلقه تصور الكوكب الأرضي الآن الكوكب الأرضي في حوالي سبعة مليار نسمة ربك عز وجل يطلع في هذه الليلة فيغفر لكل الخلق كلهم بدون استثناء إلا إلا من إلا لمشرك أو مشاحن المشرك هو يعتقد بوجود الله لكنه يشرك به غيره مثلاً اليهود يعتقدون بوجود الله لكنهم يقولون وقالت اليهود عزير ابن الله هذا شرك النصارى يعتقدون بوجود الله ولكنهم يؤمنون بأن عيسى ابن الله وقالت اليهود العزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هذا الشرك وكذلك بعض المسلمين من من يعتقدون الضر والنفع والعطاء والمنع إما في قبور أو في أضرحة أو في تمائم هذا كل الشرك لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان عليه أن يوحد ربه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى منزه عن الزوجة وعن الولد فربنا يغفر لكل الخلق إلا لمشرك فالإنسان عليه أن يجدد إيمانه في هذه الليلة عليه أن يجدد الإيمان قد يتسرب إليه الشرك هناك الشرك الخفي الشرك الرياء إنسان يقوم بالأعمال الصالحة متنعيد يصلي ويصوب ويتصدق ولكن يدخل إليه الرياء العجب بالنفس هذا شرك خفي علينا أن نتحلص منه وعلينا أن نجدد إيماننا لأنه يبلع الإيمان للإنسان بعد مدة قليلة يصير رديئا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يبلع فجدد إيمانكم قالوا وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال بقولكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي تحارب الشرك تنفي الشرك لأن الشرك هو الدنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى إذا ما تصاحبه قال ربنا جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يقع الإنسان في جريمة الفساد شرب الخمر الصارقة ربما عقل والدين ربما القتل ربنا يغفر لكل الدنب إلا للمشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمشرك ولا يهد بالله ليس له نصم في الجنة إطلاقا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه الضار وما للظالمين من أنصار فالمطلوب مننا جميعا أيها الأحباب الكرام أن نجدد إيماننا كل واحد مننا يراجع إيمانه هل هو إيمان صادق هل هو إيمان نقي هل هو إيمان يقين هل فيه تسرم للرياء يحاول أن ينظف عقيدته ربنا يغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن المشاحن من هو المشاحن هذا مقصود أيضا هو التغيير من الداخل المشاحن هو المخاصم الذي تخاصم أو المغاجر يغاجر أخاه طبعا الحياة الدنيوية هي مليئة بالمشاكل دائما هناك خصامات وهناك استضامات الإسان الأخ مع أخيه وأولاد العمومة فيما بينهم وربما تقسيم التاركة يؤدي إلى المشحنة ويؤدي إلى المقاطعة هناك الخصام بين الجيران هناك الخصام ما بين العائلة هناك الاختلاف بين الزوج والزوجة هناك بين الأباء والأبناء هناك في العمل هناك مشاحنة هذا الشحنة قد يترتب عليها حقد يستطيع حقد على الآخر لأنه ضلمني وأنه أخذ حقي وأنه مسني في كرمتي وأنه طعني في عرضي قد كله ضرر يترتب عليه مشاحنة وحقد وهذه طبيعة بشرية لكن الليلة ربنا طلب مننا كل واحد عليه أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويحمل نفسه على أنه يدهم عن قلبه كل حقد وكل مشحنة يحاول أنه لا يبقى في قلبه أي مشحنة وهذه مناسبة أيها الأحب الكرام لنا جميعا كل واحد مننا لعله عنده خصابات وعنده صراعات وعنده اختلافات مع العائلاء ومع الجيران ومع الأولاد ومع أبناء العمومة أربما من الأزواج فيما بينهم هذه مناسبة لنا جميعا أيها الأحب الكرام أننا نحاول على قدر ما نستطيع أن نبدأ صفحة جديدة نقول عف عف الله عما سلف عف الله عما سلف سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه أنه يقول ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا هو إبليس إبليس شاطر إبليس الذي يتركك تتحرص على الحياة الطيبة الحياة الهدية الحياة المسالبة إبليس شاطر ودائما يمسك في كرامتك يقول لك إبليس كيف لك أن تسامح وكيف لك أن تتجاوز عن ما وقع لك فدائما إبليس عنده قدرات على أنه يحرد أن يكون هناك العدام والمغضاء لكن نحن مطالبين بأن نقاوم مطالبين بأن نتغير من الداخل فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأننا نحرص على أن نبدأ حياة جديدة حياة فيها إيمان وفيها يقين وفيها صلاح حياة ما فيها العداوة والمغضاء لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكنوا عباد الله إخوانا فربنا سبحانه وتعالى يطلب مننا جميعا قبل أن ندخل إلى رمضان علينا أن نغير ما في أنفسنا إن الله لا يغير ما بقومين حتى يغير ما بأنفسكم وصية رب العالمين هي اتقوا الله وأصلحوا داتا بينكم هكذا ربنا عز وجل يقول اتقوا الله وأصلحوا داتا بينكم علينا أن نحرص على أن نغير هذه النفوس من العداوة والبغضاء وهذه الحالات النفسية التي تكون فيها مقاطعة الرحم وتكون فيها صراع ما بين العائلة والأحباب على أشياء بسيطة وطبيعية التسامح ليلة التسامح لأن إبليس ماذا يفعل كما قال تعالى إنما ينشطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء تأكدوا أيها الأحباب الكرام أي صراع بين الأزواج أي صراع بين الأولاد بين الإخوة والأخوات من الأشقاء من الجيران اعلموا أن في وسط هذا الصراع يوجد إبليس إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء قد يقول قد يقول قائل أنا أريد أن أسامح لكنني لا أستطيع ماذا علي أن أفعل أنا أريد أن أسمح فلان وفلان وفلان لكنني لا أستطيع لأنهم ضلموني ظلما شديدا وآدوني وأخذوا حقوقي وفعلوا بي كذا وكذا حاولت ولكن لا أستطيع ماذا أفعل هل هناك من دواء هل هناك من علاج أي نعم العلاج وهو أن نردد الآية الكريمة التي علمنا ربنا عز وجل أن تكون الشعارنا جميعا الشعارنا هو هذه الآية الكريمة قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذه الآية أيها الأحباب الكرام نرددها هي تغسل القلوب تغسل النفوس تغسل الأحقاد وتغسل الأمراض النفسية الدخيلة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نرددها في السجود نرددها بعد الآدان كلما شعرت بأن قلبك فيه مرض وفيه حقد نرددها مرة ثانية وثالثة وربك سبحانه وتعالى سوف يأتيك بالخيرات وبالبركات من حيث لا تدري دائما نرددها نعيدها أيها الأحباب الكرام حتى كل واحد منا يحاول أنه يزرع في قلبه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ربي طهر قلوبنا من النفاق والرياء اللهم يا رحمن يا رحيم إن نستعيد بك مما استعادك منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى اللهم يا رب العالمين نسألك بالتجل الأعظم في هذه الليلة المباركة وهذه الأيام المكرمة التي فيها يفرع كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عندنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم أنت الأعز والأكرم آمين آمين يا أرحم الراحمين أحمامنا الكرام نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22 05-22 بنيوت مدين 0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22 46 72 50 51 52 نبقى مع فاصل ثم نستقبل مكالمتكم فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر